اشتركوا في القناة 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 والتحدي اللي عم بيدير الجوا أنه يعمل من صوت جسد مع المجموعة يصير أصوات جميلة. إذا عم يجي صوت جميل خارز بخلص من عنده لعنده أكيد أنه تشتغلي عليه بس أنه تمارين النفس والفوكاليز وكل شي التكنيكة اللي منعطيها للولاد مع الوقتي بتخليهم أنه يصيروا صوتهم يتحسن ويتوسع وصير يسيبوا طبقات وإلى آخر. فيها صعوبة أو المنس سهل؟ فيها صعوبة بس الإنسان اللي بحط براسه دائما عم بقولون يا هلا خاصة جوءة الولاد. لأن الولاد عم نحكي مع الولاد يعني عم يفوتوا على المجال الجديد. صح. وبيلقوا يمكن مش أمر سهل هيدا تحدي. صح. أنه يقعدوا ساعة ونص كالجمعة بعد المدرسة هامت مع مش أنه سنة نهار سابت. والأسعب عليك. صح. أنت قدي اليوم قدرت ديريهم قدرت تطبطيهم قدرت تهزبيروا وأصواتهم بهذا الشكل. نتعود على بعض. أكيد قبل الأول في صعوبة بيكون بعضهم صغار وبيترواء عم نحكي يعني أول عمر يعدوا ساعة ونص بعد المدرسة بعد سبع ساعات يعني تعبنين. يجوا يقعدوا وتيحفزوا أغاني ما بيشبه لعصرهم ولا عمرهم حتى لغتهم اليوم مي بيغني عربي. اليوم تلت تربيع الأولاد ما بيعرفوا لفظ العربي. وانت بتاع هيدا الشي عم نعني حتى بصوف العربي بالمدرسة. مش أنه عم نعلمون إنجلش وقصص هني بحبوها وستيل اللي بحبوه هني الروك والبوب. لا لا عم تعلميهم قصص من تراثي. ده قدرت تحبي بالولد بهيدا الشيء. مع الوقت بتحس إنه هو صار يحب هيدا شيء وصار يعفي ميز كمانا. ممكن يتوجهوا يتخصصوا بمجال الفن والموسيقى. أكيد أكيد يعني فيه من جوءة الرهبنة أكثر من حدا تخصص موسيقى أو تربيه موسيقية كمانا. أو في منهم هني أصلا عزفين يعني بتعلموا بالكونسيرباتوار أو بمعاهد بدقوا كيبورد أو عود ناي. إقاع. أداليوم هالرسالة التبشرية اللي عم تقومي فيها من خلال الترنيم والجوءة. أه عم بتعم بتوصل عم بتوصل لأهدافة. أه يعني الموسيقى هي لغة عالمية. أه وهيدا الجمال إنه الشخص اللي عم بيسمعك أو عم بيشوفك أنت ما بتعرفيه. بس عم تفهم نفهم على بعض. عم بيقدر شيء عم بتقدميه لأنه عم نحكي لغة الكل اللي بيعرفها. لو اللي عم بيحضرنا كان بيحيل لمحل بالعالم أو نحنا عم نحضر شيء فنان بحيل لمحل بالعالم. راح نقدر هيدا الشيء لو ما منفهم لغة لغة الأم بس منفهم الموسيقى منعرف شو عم بيقدم. وهيدا الشيء نشكر الله يعني كتير مهم أنا دايما بدع الأهل يحطوا ليدهم بنشاطات موسيقية بنشاطات غنائية. لأنه الموسيقى بتهذب موسيقى بتروي الموسيقى بترجع بتخليك تكتشفي جمال ربنا بالحياة الخير والجمال اللي موجودين من خلالها الفن الحلو يعني. كتير مهم الأجيال شو عم بتسمع شو عم بتشوف عم شو عم تربي حالة. مش حيالة غنية أنا بدي أخدها. مش حيالة الإزاعات مش حيالة غنية بيعلمولها ما تركاج عليها. بكون أنا بالأول بحس أنه لا فيها مش إبلتها بس عالة ما تركاج بصير تتعمل طوليرانس بصير تقولوا يلا صفات تقطع. مرة عمرة بصير يوطى المستوى. وبتصير مطلوبة. بتصير هيدا هيدا اللي بيطلبوا الزوء العام يعني. بنرجع منفتش تفتيش على الاشياء اللي بتاخدنا لغير مطارح. أو بتنقلنا من عالم الأرض لعالم السماء. بنعرف قدي شغلة مهمة ودقيقة وحساسة. واليوم بوجود الذكاء الاصطناعي كمان عم بيفوت بالموسيقى. وقديش بيتركيبي بها التركيبي اللي ممكن توصلنا بطريقة استناعية بعيد عن المشاعر والأحساس. ممكن كمان توصل لنفس الأهداف. كالذكاء الاصطناعي. يعني بالتركيب. بالذكاء الاصطناعي بيساهم بيشغلكم كموسيقيين اليوم بيسهل عليكم الأمر أو العكس. هلأ أنا صراحة ما كتير بيستخدمه. هلأ اليوم في كتير أبليكيشن أنت بتحطي لهم لريكس بيعملو لك اللحن أو بيجيب بيألفو لك اللحن. بس إنه لما تصير شي معلب بيفقد الروح. يعني ما فيك أنت اليوم سوريا عم بيفتعل بالطون مش متل ما عم بيحضر طبخة فيها محبة وفيها غزة وفيها. إنه أكيد فيك تكون عم تلجأ إلى هالأمور. يمكن ببروجيات معينة تسمح لأولاد متل سنت الماضي. كنت ألف ونشيد لصفكم صف برميار أنه من ألف والنشيد. تسمح بمحل معينة ينبشوا يشوفوا قصص أو يحطوا التام لحتى يمكن شات جي بيتي يعطيهم لريكس معينين. يساعدهم بالتأليف أنه بدون يألفوا ويلحنوا ويعملوا فيديو كليب ومونتاج وكلوا هن كصف. بمحل معين كبروجيات بقلب المدرسة بتسمح لهم بس بدك إشراف. بس عم نحكي على شيء يمكن عم مستوى أكتر تكون أنت عم تجيبي ألحان من هون ومن هون وتركبية وهيك. هلأ بتضال في ناس تعملها. حتى أصوات يعني عم تتركب أصوات يعني. وتركب كل شيء. يوم في أبليكيشن بتقدر تعملي الميزيك من بثلاثة دقائية بتعملك توزيع أوركسترالية مخيف. نعم. مخيف. هيدا الشي بيساعد أنه صار أقل كلفة يعني لهم بس بد ما تجيبي أوركسترة ثلاثين عازف على ستوديو وطياما سجل لك ميزيك. صارت أبليكيشن بتعملك الأوركسترال يعني بكل بكل بساطة. أكيد فيها حسينتها والسيئتها. نعم. سور مجاليتا نختم نحنا بياك الوقت عم بدهمنا موعد الريسيتال وهالاحتفال اللي رح بيصير هالناس كلها مدعوة عليه ولا هو دعوات خاصة؟ أنا بالمناسبة بدي أشكر تشاريتي راديو تيفي على مواكبتهم لليوبيل يعني هني كانوا معنا بالروبورتاج على العمل من بعد القديس عن المدرسة. لأحتفال لغبطة الباتريار كمانا وهني رح يكونوا معنا مغطيين التغطية الإعلامية للكونسير كمانا أنا كتير بشكر هالمحطة يلي عم نعيش نحنا ويا هيدا الإيفنت ولا مرة إلونا لأ على ولا أحتفال. وبكل محب الشباب عم بيخدمونا فتحيي لألون فردا فردا. وشكرا لألكم أنتو كمان من أفراد عائلتنا بنكبر فيكن ومنفتخر بكل أعمالكم ومشاطاتكم. شكرا سور مغالي مرعب اليوم على حضورك معنا حضرتك مديرة جوءة الوردية والربي قويكن ويبارك بكل أعمالكم. ويبارك فيكن. شكرا شكرا.